تتفنن سلطة الأمر الواقع في غزة في زيادة الضغط والأعباء على كهل المواطنين بفرض المزيد من الضرائب عليهم كان آخرها فرض ضريبة ما يسمى التعليه الجمركية الجديدة على المركبات المستوردة في محاولة منهم لإيصال تجار غزة لحالة الانتكاسة والخسارة الأزمة بدأت حين إيقاف بعض المعاملات والطلب من المخلصين ومحاسبي الشركات ومعارض السيارات بوجود فروقات جمهورية أو حسبة جديدة سوف يتم فرضها على المركبات المستوردة من جهتنا كنقابة تحتضن هذه الشريحة شريحة المستوردة وتجار المركبات قمنا بمتابعة الأمر ومراجعة الأمر تم إبلاغنا بأنه سوف يوجد فرض بعض الحسب المالية والضريبية الجديدة التي لم يكن يستوفونها بالسابق وسوف يتم استفاءها في الوقت الحالي وبعد أن غلب التجار على أمرهم وبعد جهود وساطة بينهم وبين أجهزة حماس تم تخفيض نسبة الضريب الغير قانونية ولم يتم إلغاؤها بشكل كامل في ظل ظروف اقتصادية أنهكت كاهل المواطني والتاجر معا تجار سيطعطلون وسيتحملون وسيتكبدون خسائل لأنهم أصلا مواقعين على عقود هذه السيارات سترتفع أسعار السيارات لأن الأثر النهائي على أي ضريبة تفرض هي يتحملها المواطن أو المستهلك النهائي سنكون أمام مزيد من ارتفاع السيارات لدرجة أنه يمكن أن نوصف أن السيارات في قطاع غزة ستصبح الأعلى أو الأغلى عالميا من خلال هذه الضرائب المفروضة ضرائب عالية على مستوردي المركبات تساهم في حالة الركود الحاصلة كونها تزيد من أسعار المركبات وتحد من القدرة الشرائية للمواطن حيث يعاني سوق السيارات حالة من الانهيار التام بفعل ارتفاع التكلفة على المواطنين الذين يعانون أصلا من شح السيولة النقدية بفعل الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تعصف بالمحافظات الجنوبية نحن شركة مستوردة كنا نبيع من 30 إلى 40 سيارة والآن حالة ركود المبيعات سفر لأنه أول شيء اللزبون عندما يريد أن يشتري السيارة يريد ترخيصه هم أوقفوا ترخيص السيارات أوقفوا إدخال السيارات محتجزة في معبر بيت حنون فتعتبر المبيعات سفر لن تكون التعالية الجمركية الجديدة على المركبات الضريبة الأولى والأخيرة ففي غزة لا تترك أي حركة تجارية إلا ويتم جباية الضرائب منها على الرغم من الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطنون من غزة أماني كساب تلفزيون تيلو أسطين ترجمة نانسي قنقر